المنتدى الحضري اللي هيكون في القاهرة إن شاء الله بدءا من يوم الأربعة نوفمبر هو مش مختص بس بأننا نتكلم عن تطوير المدن والعشوائيات وغيرها لكن كمان مختص كمان بتنمية المستدامة للإنسان المصري أو لبناء الإنسان بشكل كبير جدا شايف حضاك إزاي أنه هو أواكب التطوير ده اللي بيحصل في المدن وغيرها من المناطق إلا أننا كمان أخليه على مستوى الإنسان الشخص نفسه سعيد الرئيس ورده وكل التوريات دلوقتي أنه نبني إنسان وبنبني مكان لأن لو بنينا المكان من غير الإنسان فالمكان هيخرب و لو بنينا الإنسان من غير المكان فالإنسان هيهرب فهنخصى كفاءات كتير جدا فهي بناء منقسم لأجزاء عديدة المتدى الحضر هو مصر تستضيفه لأول مرة وهو زي محارة زكاة تاني أربعة مؤطمة في منظومة الأمم المتحدة بعد مؤطمة المناخ وهو أكبر مؤطمة غير تشريعي داخل منظومة الأمم المتحدة وهذا المؤطمة يعني دليل على قدرة مصر على سوكلها طبعا السياسي والدولة الكبيرة أنها تستضيفه حدثين وعلى بعضه كبيرة بالشكل دوت 2022 و2024 وطاني حاجة يعني شهادة من العالم كله على حجم التطور اللي حصل في الدولة المصرية على كل المستوىات إحنا في جوز إنا كشباب رياضة أو وزارة الشباب رياضة بنشتغل على العملية الخاصة بالتأهيل وإدماج الشباب في العملية المتبطة بالمنتدى يعني وزارة الشباب رياضة إحنا بنشتغل أو بننصق عدد من الحاجات المهمة جدا داخل المنتدى وزي ما حارفت ذكراتي الإنسان موجود في القلب فذلك موضوعات المنتدى كلها بتركز عن الإنسان وإشراك الإنسان وخاصة الشباب وإن الأطفال فإحنا بنتكلم أن ننصق حاجة اسمها أو جمعية الشباب والأطفال داخل المؤتمر نتكلم عنها وإنتابل للشباب والأطفال داخل المؤتمر بحضور صناعة السياسات ورديو في رفاع المستوى هبنتكلم كمان عن إعلان الشباب من أجل الاستدامة الحضرية ده إعلان بيتم تجهيزه بقى أكثر من 3 ربع شهوره عن طريق الإنترنت والجلسات الأونلاين مع الشباب بيجمعوا الأفكار والأراء بتاعتهم عشان يصيروا بيان يطلع من المنتدى الحضرية لتستضيف القهار كذلك يعني حال زكرت بعض جزء تأهيل الإنسان إحنا عندنا مهم بالنسبة لنا كان نبني قدرات الشباب بتاعنا فالوضعات الشباب بتشتغل مع التحالف الوطني ووضعات التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية التدريب لبنمج المتطوعين داخل المنتدى حسنا نتكلم في 800 متطوع هيكون هم اللي بينظموا العملية داخل المنتدى فالعملية يعني شاملة حيكتي جدا طبعا بقى فيه اهتمام كمان من اليوئين هابيتات بدمج الشباب يعني انظرت أن هم عمين مسابقة اسمها 5 في 5 للشباب من سن 16 أو 18 إلى 24 سنة وهي هدفها أصلا في المسابقة دي أن هم يضمنوا مشاركة واسعة للشباب داخل المؤتمر وتوردهم ويختاروا أفضل خمسة شاركوا في الفعاليات بشكل ما ورافعوا على سوشيال ميديا وشاركوا في كل الفعاليات المنتدى وشاركوها وعلى الجروب المعمول عشان يضمنوا أن فيه مشاركة للشباب فاعلة وفيه نوع المنافسة بينهم جميل جدا ايه بقى المعايير اللي هنختار على أساسها المشروعات اللي بيقدمها للشباب أو الأفكار اللي بيقدمها للشباب وكمان انت ذكرت أنه يكون فيه فعاليات معنية بالطفل أو يعني تخص الأطفال صحيح فيه أطفال موجودين